سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر دنت القيامة وانفلق القمر في القتين حين سأل كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فدع الله فأراهم تلك الآية وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن الإيمان به وتصديقه مكذبين منكرين ويقولوا بعد ظهور الدليل هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إليه أهواءهم من التكذيب وكل أمر من خير أو شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلها وما حل بها من العذاب ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلالهم حكمة بالغة فما تغني النذر هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا بها فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فأعرض أيها الرسول عنهم وانتظر بهم يوما عظيما يوم يدعو الملك بنفخه في القرن إلى أمر فضيع منكر وهو موقف الحساب خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جراد منتشر في الآفاق مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مسرعين إلى ما دعوا إليه يقول الكافرون هذا يوم عسر شديد الهول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازد جر كذبت قبل قومك أيها الرسول قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا هو مجنون وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذى إن لم ينتهي عن دعوته فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا نوح ربه أني ضعيف عن مقاومة هؤلاء فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم بك ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فأجبنا دعاءه ففتحنا أبواب السماء بماء كثير متدفق وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وشققنا الأرض عيونا متفجرة بالماء فالتقى ماء السماء وماء الأرض على إهلاكهم الذي قدره الله لهم جزاء شركهم وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملنا نوحا ومن معه على سفينة ذات ألواح ومسامير شدت بها تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بمرءا منا وحفظ وأغرقنا المكذبين جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق به ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن بعد نوح ليعتبروا ويتعظوا بما حل بهذه الأمة التي كفرت بربها فهل من متعظ يتعظ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به إنه كان عظيما مؤلما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر فهل من متعظ به وفي هذه الآية وما ناظرها من السورة حث على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد هودا فعاقبناهم فكيف كان عذابي لهم على كفرهم ونذري على تكذيب رسولهم وعدم الإيمان به إنه كان عظيما مؤلما إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرد في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يؤمن بهم إنه كان عظيما مؤلما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر فهل من متعظ به كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود وهم قوم صالح بالآيات التي أنذروا بها فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد إنا إذا لفي بعد عن الصواب وجنون ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أأنزل عليه الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا بل هو كثير الكذب والتجبر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر إنا مخرج الناقة التي سألوها من الصخرة يختبارا لهم فانتظر يا صالح ما يحل بهم من العذاب واستبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وأخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك والناقة للناقة يوم ولهم يوم كل شرب يحضره من كانت قسمته ويحضر على من ليس بقسمة الله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم بالحض على عقرها فتناول الناقة بيده فنحرها فعاقبتهم فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عقابي لهم على كفرهم وإنذاري لمن عصى رسلي إنه كان عظيما مؤلما إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم جبريل فصاحبهم صيحة واحدة فبادوا عن آخرهم فكانوا كالزرع اليابس السريع الانكسار الذي يجعله صاحب الحضيرة سياجا لحفظ المواشي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر فهل من متعظ به كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بآيات الله التي أنذروا بها إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر إنا أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم بالحجارة إلا آل لوط نجيناهم من العذاب في آخر الليل نعمة من عندنا عليهم كما أثبنا لوطا وآله وأنعمنا عليهم فأنجيناهم من عذابنا نثيب من آمن بنا وشكرنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد خوف لوط قومه بأس الله وعذابه فلم يسمعوا له بل شكوا في ذلك وكذبوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من الملائكة فطمسنا أعينهم فلم يبصروا شيئا فقيل لهم ذوقوا عذابي وإنذار الذي أنذركم به لوط عليه السلام ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة وذلك العذاب هو رجمهم بالحجارة وقلب قراهم وجعلوا أعلاها أسفلها فذوقوا عذابي ونذر فقيل لهم ذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم لكفركم وتكذيبكم وإنذار الذي أنذركم به لوط عليه السلام ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر فهل من متعظ به ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة لهم على كفرهم كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائنا فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا يغالب مقتدر على ما يشاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم يا معشر قريش خير من الذين تقدم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم أم لكم براءة من عقاب الله في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة أم يقولون نحن جميع منتصر بل أيقول كفار مكة نحن أولو حزم ورأي وأمرنا مجتمع فنحن جماعة منتصرة لا يغلبنا من أرادنا بسوء سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم جمع كفار مكة أمام المؤمنين ويولون الأدبار وقد حدث هذا يوم بدر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر والساعة موعدهم الذي يجازون فيه بما يستحقون والساعة أعظم وأقسى مما لحقهم من العذاب يوم بدر إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين في تيه عن الحق وعناء وعذاب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا شدة عذاب جهنم إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بمقدار قدرناه وقضيناه وسبق علمنا به وكتابتنا له في اللوح المحفوظ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا للشيء إذا أردناه إلا أن نقول قولة واحدة وهي كن فيكون كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية فهل من متعظ بما حل بهم من النكال والعذاب وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير أو شر مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير من أعمالهم مسطر في صحائفهم وسيجازون به إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في بساتين عظيمة وأنهار واسعة يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم عند الله الملك العظيم الخالق للأشياء كلها المقتدر على كل شيء تبارك وتعالى